تسأل وتقول هل يريد أن نقرأ من المصحف في صلاة التراويخ رمضان بحيث نبدأ في أول جولة بن رمضان بقراءة الجزء الأول من المصحف بعدم حفظ جميع الأجزاء ثم نستمر هكذا إلى نهاية الشهر حيث تعتبر هذه القراءة صحيحة ومزية جزاكم الله خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبحث أن قراءة القرآن كاملا في صلاة التراويخ من أول الشهر إلى آخره مطلوبة وفيها أجر عظيم إذا صالحة النية ولبس بالقراءة من المصحف إذا كان الإمام أو المصلي لا يحفظ القرآن ولبس أن يحمل معه المصحف وأن يقرأ منه لأن هذا أمر كان معروفا عند السلف كان هذا الأمر وهالقراءة من المصحف في صلاة التراويخ معروفا في قيام الليل كان معروفا عند السلف ألا بأس به من أجل الحاجة نعم